افتتح السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أعمال المؤتمر الدولي لرواد الأعمال القانونية في القاهرة تحت عنوان القانون والتنمية المستدامة وخلال الافتتاح حلق العسومي كلمة البرلمان العربي بصفته الشريكة السراتيجية داعيان إلى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة تجمع بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والبرلمانات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لدفع الجهود العربية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وثمن رئيس البرلمان العربي في هذا السياق الجهود الكبيرة التي يقوم بها المركز الدولي الخليجي باعتباره نموذجا رائدا يجسد الدور الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأكد العسومي في كلمته أن البرلمان العربية يولي موضوع التنمية المستدامة همية كبرى وهو ما تجلى في استحداث اللجنة البرلمانية المشاركة للتنمية المستدامة فضلا عن تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية الوطنية ذات الصلاة وأشار رئيس البرلمان العربي لهمية دعم سياسات ورواد دول والمنظمات العربية في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أهمية الحوكمة بين الإدارة والقانون بهدف نشر ثقافة التنمية المستدامة